السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع اللي ابتدائي النهاردة ان شاء الله هنشرح درس الاسم المفرد او الدرس في دروس النحو للفصل الدراسي السين الاسم المفرد اولا يعني ايه اسم مفرد هو كل اسم يدل على واحد او واحدة العدد بتاعه بيكون واحد او واحدة واحد للمذكر واحدة للمؤنس وهو يدل على اسم انسان او نبات او حيوان او صفة او اسم اشارة او ضمير يبقى الاسم المفرد بيدل على واحد او واحدة واحد للمذكر واحدة للمؤنس وهذا الاسم يدل على ايه انسان او نبات او حيوان او صفة او اسم اشارة او ضمير تعالوا نتذكر مع بعض الاسم المفرد قلنا ما يدل على اسم إنسان مثل معلمة صياد أسماء اسم حيوان زي بطة قطة بقرة وسمكة اسم نبات نخل شجر زهور وفراشات وعصافير اسم مفرد بيدل على جماد بيت سيارة قلم واسم مفرد يدل على بلاد كلمة مصر اسم مفرد يدل على البلاد والصفات زي جميلة وقبيحة والضمائر زي أنا وهو وهي تدل على الاسم المفرد واسم الإشارة زي هذا وهذه تعالوا مع بعض نتذكر على مات الاسم يبدأ بألف ولام مثل الولد ينتهي بتاء مربوطة مثل مدرسة يقبل التنوين زي كتاب كتاب كتابا بالضم وبالكسر وبالفتح يسبقه حرف جر على المكتب وأيضا يسبقه حرف النداء مثلي يا محمد هيا بنا نجيب على بعض الاسئلة بيقول لي انطاع مكان النقط مفردا مناسبا نقط أغصانها جميلة الإجابة هتكون الشجرة أغصانها جميلة تحمل المسافرين الإجابة هتكون السفينة تحمل المسافرين يشرح الدرس اسم مفرد المعلم يشرح الدرس نقط مسلية اسم مفرد القصة ولو جيت صنفت الأسماء المفردة دي الشجرة بتدل على نبات سفينة جماد معلم إنسان قصة جماد تعالوا مع بعض بيقول لي ضع كل اسم مما يلي فيه جملة اسمية مرة وجملة فعلية مرة أخرى يعني أنا أستخدم الاسم مرة أعمله جملة اسمية ومرة أعمله جملة فعلية اللوحة اللوحة جميلة جملة اسمية طب جملة فعلية ترسم البنت اللوحة الجندي هقول الجندي شجاع جملة اسمية الجندي شجاع جملة اسمية جملة فعلية يدافع الجندية عن الوطن الطائر الطائر مغرد جملة اسمية الجملة الفعلية يطير الطائر في السماء الأب يعمل كثيرا جملة اسمية بدأت باسمه وهو الأب والجملة الفعلية يعمل الأب كثيرا وبكده هنكون خلصنا الدرس وأنا يهمني نحن نعرف أن المفرد بيدل على واحد أو واحدة ولتصنيف للأسماء كثيرة وقلنا علامات الاسم وقلنا أمثلة للاسم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله